يتشابه مسار المفاوضات بشان سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا مع مسار التفاوض مع الكيان الصيني بشأن القضية الفلسطينية بحسب ما ذهبت إليه أراء بعض المراقبين للأزمة منذ بدئها قبل عشر سنوات فبينما يحرص الجانب الاثيوبي على استمرار التفاوض بلا سقف زمني أو استراتيجية واضحة يواصل العمل الدأوب في إنشاءات السد ومراحل ملئه متجاوزا بذلك حق مصر وسودان في عدم الإضرار بمصالحهم المائية ومتجاهدا مطالباتهم المتكررة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل البدء بأعمال ملء السد مؤخرا أخفقت جولة جديدة من المفاوضات في كينشاسا برعاية الاتحاد الأفريقي مفاوبات وصفتها القاهرة بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل للأزمة وبدلا من السعي نحو التهديئة إذ بأدي سبابا تؤكد استكمال استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من ملء السد في شهر تموز المقبل مما دفع الخرطوم إلى التحذير من حرب مياه قادمة وصفتها بالفضيعة في حين عرضت إثيوبيا على دولتي المصب تبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة وهو العرض الذي قوبل برض مصري سوداني القاهرة والخرطوم أكدتا أن العرض الإثيوبية يمثل محاولة لفرض الأمر الواقع وانتزع إقرار مصري سوداني بحقية إثيوبيا في ملء السد من دون اتفاق سابق بينما تطالب دولة المصب بوقف عمل الملء حتى التوصل إلى اتفاق ينظم العمل ويحدد المدى الزمنية له بما لا يلحق الضرر بأي من أطراف الأزمة وبحسب محللين فإن مواصلة إثيوبيا ملء خزان السد من دون اتفاق قد يفضي إلى أزمات اقتصادية وجتماعية متفاقمة في دولتي المصب ولسيما مصر التي تعتمد على مياه النيل الأمر الذي ينذر بنشوب حرب تمتد تأثيراتها وتداعيتها إلى العديد من دول الشرق الأوسط